موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد فلاشين ديالي سمارت أستوس نتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم باخر وعلى خير وفي احسن احوال اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم واحد الوصفة التي جديدة خطوصا في شهر رمضان هي تمر ولكن بطريقة مبتكرة تميرات شوية الطاقة أكثر من تمر العادي نتمنى ان هذه الوصفة تعجبكم واتبعوا الفيديو حتى الاخر اول حاجة نحتاجه لهاد الوصفة وهي كوكاو حاولوا انكم تشيريوه كوكاو يكون مقشر تمر عجين ديال التمر وشريحة مشماش كارم وزبيب اول حاجة نفعله من بعد فاش غادي نوجدو هاد مقادير كامين واننا غادي نحمروا الكوكاو ديالنا حاولوا تحمروه شمي زيان خليوه مي مجهد اللي حمار واخرجوه من الفران مش مجيكمش فيه طيبة ديال الحرق ومن بعد شريحة ومشماش اللي عنا غادي نقطعوهم طريفات صغيرين يعني موربعات اللي غادي نخدمو بهم من بعد ودابا غادي نتحنوا الكوكاو ديالنا طريقة ديال الطحين هو طحنوه فانتو تخوا وطحنوه حتى يولي على شكل عاجين يعني مايبقاش بودرة وانما يخرج الزيت اللي فيه نحنا خاصنا ما امكان ما نديرو لا زيت لازبتلاتيش حاجة بش يكون عناه شي صحي على قدر المستطع ودابا غادي نتقلو غادي نحضروا واحد لابات اللي مصابه من كوكاو ونزيدو فيها واحد شوية ديال الشريحة لعندكم مشماش ديالنا اللي يكون نقطعنا اصلا ونزيدو فيها الزبيب البيض اللي كيكون منقيدة جامح لانو العمايد وديالشي ومسوح نزيدو في العجين ديالنا ونخلطوه مزيان بحتي جانسونا المقادير ديالنا ونحصلو على عجينة اللي بلوزو موان متجانيسة يعني نخلطوه مزيان باش بننسرحوها يكون شريحة اون مشماش نفرقين بشكل متساوي على طبقة اللي غادي نكونوا ديال الكوكاو ونحصلو ورق الزبدة ونحصلو ورق الزبدة ونحصلو ورق الزبدة ونحصلو فوق منه واحد المول ثم العجين ديال التمر اللي كيكون ديجا وجدناه بالنسبة لها التمر اللي عندي انا راني وجدته كان عندي تمر عادي حتي ونحصلو ونحصلو حتى تبخر حتي تبخر حتى حصلت على هذا العجين سوف يتبعوا موجود إذا لم تعد براثكم إذا لم يوجدوا أي شيء تستطيعوا تشريوها لذلك سوف يتبعوا بحلقك موجود ومن بعد سوف نفرح سوف نفعل الطبقة الأولى وهي عبارة عن عجين تمر سوف نفعل الطبقة الثانية اللي كنا وجدنا اللي هي من لباس ديالها كوكو من طحون وفي المقادر الأخرين اللي هم الشريحة ومشماش وزبيب حاولوا أن تكون الطبقة الخرطة متساوية فقط من تمر يعني ديك شي يتقدم جيد وقدوه بملعقة أو معلقة ولا بكاس سينورا معلقة كافية حاولوا أن ترحو تبقى متساوية يعني تبقى متساوية من جميع الجوائي هم الشيء من هنا يغلدون من الارقيقة حاولوا أنكم تأطالي ولا تطرحوا بطريقة متساوية وطبقة الثالثة سوف نحاول ان نصرح بطريقة متساوية قليلا حتى يتطرح لنا بالنسبة لها الطبقة الثالثة ستكون صعبة في التطرح ولكن ليس مشكلة غير دقة ستتطرح لنا لا تنسوا ان هذا الطبقة الثالثة ستكون صعبة في الخدمة ولكن غير بالخطر دقة دقة حتى تتطرح لكم لا تنسوا ان هذا المول سيعاون الكثير وحتى هذا الورق الزبدال سيعاون يعني يخليك انك تحكم في المول دوره يمين ولا تدوره يصار يعني تحكم فيه 100% من بعد فاش كان نصرحوه مزيان عجين ديال التمر دينا سنفق منه غير باش يجين منظر ديال الوزور سنفق منه شوية المشماش مربعات المشماش حاولو انك تفرقوهم على سويخ فاص كامل ولا تفرقوهم على السطح كامل ديال التمر ونفس الحاجة غادي نزيدو الشريحة لكو ناديجة هي قطعناها مربعات هاداك شوية اللي شاطلينا سنصرحوه والزبيب وغادي نحاولو اننا نضغطو عليهم مزيان بواحد ورق الزبدة باش هادوك القطع اللي درنا الفوق يبقاو شادين راسهم يعني مش انهم بغاو نقطعوهم اي طحونا ولكن خصوم يتجانسوا مع عجين التمر هكا باش هديتجانسوا هادوك هادوك احسن حاجة هي ورق الزبدة وولي كي يعني وولي كي سرع القرية وولي كي يجيبها مزيان وكي يجيبها نيف واحد كنتمنا بغامو انكم تجربو هادو الوصفة هادوك هادوك جيل ديدة بزف بزف درالة الصغار كي يبغيوها الكبار كي يبغيوها ومن هانيت نبدلوشي شوية التمر العادي اللي كان فطروا به ولا كان فرقو به السام نقدرون نفرقوه مثلا بطريف من هاد التميرات هادوك هادوك نقدرون نسميوها حلوة كما بغيتو صراحة ما عارفتشو ولكن موهم التمر فاخصي التمر معمر بكاوكاو كما كتشوفو حاولو انكم تدخلو هادوك القطع ديال الشريحة ومشماش داخل فعجين تمر ديالنا نحاولو اننا ندخلوهم من بعد فاش كنفرشو ورقة زبدة كننوركو على بليئت ديالنا تدخل ديالنا كيولي انه سطح مستوي وكنحاولو اننا نبيتوه ليلة كاملة فتلاجة باش تمر ديالنا كيشد فراسو بنسبة لي انا را ما بيتوش هنا يا ليلة كاملة وانما خدمتو ديك الساعات ديك شعرش يباليكم انه باقي ما شادش فراسو ولكن احسن حاجة هو انه خدسو يبات ليلة كاملة فتلاجة هاكا كيجينة ساهل في الخدمة وما كيعد بناش مبعد فاش كنبيتو ليلة كاملة سوف نضيف موليو ونحيضوهم اللعمول اللي لعنا إلا كان عندكم بحالة اللعمول راح ساهل كمدرون نفس طريقة اللي درت خدموا بورق زبدة هاكا كيجي اسهل وكيبقالنا السطح مستوي ما تيخسر متى شي حاجة كنتو درتوه في شامل وحتاخور لدي الجاج ولا شي مول ديال كيكا ولا ديال طاقه ولا شي حاجة غير قلبوه راح تشكين تحت ورق زبدة غادي هبط لكم ضغية ضغية فقط دورو جنيبات موس وصافي وهذا ما كان ومن بعد غادي نحاولو انا نقطعوه بالنسبة للشكل ديال تقطع كل واحد حر اللي بغي قطعوه مربعات يقطعوه اللي بغي قطعوه اصابع طوالي نقطعو اللي بغي قطعوه مستاطي اللي قطعوه ماشي مشكل بحال بحال كل واحد وضوقة ديالو بغي قطعوه بالنسبة لي انا فضلت انا نقطعوه على شكل موس و الموس خاصوه يكون ماضي باش منين بغي قطعوه اه يعني هادو كلي فخويسك اللي يكون نادرنا لداخل والفواكه الجافة اللي كنا درنا لداخل يتقطع لنا بلا ما يعدبونا كما كتوفونا نرى العجن دي التمر شوية ما شادش فراسو لاناو ما بيتوش ليلة كاملة وانما خدمت بيديك ساعة اذا خدمتو بيديك ساعة رحكي غيوقع لكم ولكن اذا بيتوه فتلاجة ليلة كاملة رحكي يكون قاسح وشاد فراسو يعني ما تخافوش عليه من بعد كما كتوفو انا عاود استفتو فوحد الشبيكة ولا مو ينفوق ورقة الزبدة وعاود خليتو يباتعو تاني ليلة كاملة فتلاجة باش نحكمو مزيان يعني باش نخدمو وانا مرتاحة وما يبقاش لعجين دي التمر كالسقلية في دي في هذه المرحلة كان الناس اللي غادي يبغيو يخليو بحالكة فقط اضطروا له كواغ ديال الحلوة لتحت وغدي تحطوه سيناء بغيتو تضطروا كما درت انايار غادي نزيدو لها إما كوكاوية إما جنجلان كيجي صحي أكتر وكيجي آلد جنجلان غادي نحمروه قبل وغادي نقيموه بطبيع الحال ونحمروه ونحطوه في شي تبيصل وكاوكاو أنا شخديت كاوكاو مقليم لعنة مزرعة حي تليل قشرة وضحنشو كيجي يجيو يا ذاك الماداق ديال الملوحية كيعطي واحد الماداق زوي وان للتمر ديالنا ومن بعد غادي نمقاو نمرمدو ولا غادي نمقاو ندوزو هادوك الاصابع ديال التمر ديالنا مرة في الزنجلان مرة في كاوكاو حتى وانا بحل شكل كيبانو بحل حلوه وانا باتيبقوش غادي بانو بانو مطمر ولكن هم مرة هم صحيين مير في المياه لانا ما فيهم حتى شي ماد ما كينتشي حاجة اختفيسين ما فيهم شي حاجة صناعية كيما كتشوفها غير تمر ومشماش ويعني خويسك الفواكه الجافة والتمر والكاوكاو هذا ما كان وكان الناس اللي غادي يبغيوا يزيدوا فيها البوز والقرقاء ولا تقدروا تزيدوهم تهوما كيجو زوينين انا صراحة ما بغيتش بغيت ندينو بحلقة بشي جيو نارتي طبعين ما يدخلوا لنا لفسنا لنا لا تفشي حاجة خصنا اللي بغينا الفرقو بيهم الصيام كيجوها كحسن ما حسن ما يكون فيهم اللوز والقرقاء كيجو بها الطريقة الاد و احسن نكملو العملية ديال كيف شانس ميوا ديال مرمدو ديكشي في الجنجلان و فكاوكاو ولا ما عارف صراحة ما يمكن ما كتشوفها تشيركي بردي يكون في هذا الفيديو و سنضيروهم في بويتة و نخزنوهم في تلاجة حتى الوقت اللي نبغي و ناكلوهم نقومش بدوها مقبل الفطول ديرو فطبا يصل وبصحة و الراحة كنتمنى ان هادلا فيديو تكون عجباتكم و تكون فاتكم و رمضان كريم مرة واحدة اخرى باستحاو السلامة باش بتمنيتوا ان شاء الله و الى فيديو قادم ان شاء الله تلاولي افرازكم الى اللقاء اشتركوا في القناة